موسيقى طابت أوقاتكم من جديد في هذه التغطية المفتوحة وصلنا في قراءة قانونية حيث اختتمت محكمة العدل الدولية اليوم في لهاي الجلسة أو جلسة الاستماع الأولى في الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة وللحديث حول هذا المحور اسمح لي أن أرحب بضيفي الذي ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد الموسى دكتور محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من المؤكد بأنك استمعت وتابعت اليوم جلسة محكمة العدل الدولية ما الذي استوقفك في المرافعة القانونية التي قدمتها جنوب إفريقيا أمام قضاة محكمة العدل الدولية الواقع أنه يعني ربما القانونيون أو مختصوا القانون الدولي الذين تابعوا للمرافعة شعروا بتماسك الفريق الذي يمثل جنوب إفريقيا بمعنى التماسك من الناحي القانونية هم قدموا لا أحد دعوة وطلب بتدابير مستعجلي والآن وجدنا أنهم يحاولون أن يثبتوا الشروط اللازمة لكي تشير المحكمة أو تصدر أمرا بتدابير تحفظية طبعا هم ركزوا على أستطيع أن أقول على أربط مسائل المسألة الأولى أرادوا أن يؤكدوا أن الأفعال التي يرتكبها الكاهن الصهيوني تندرج ضمن تعريف الإبادة الجماعية أو أفعال الإبادة الواردة في المادة اثنين هو من الناحية القانونية يكفي أن يثبت واحد لكن هم ركزوا وقالوا أن أربعة أفعال ترتكب بمعنى أن هناك قتل لأعضاء الجماعة الفلسطينية هناك الحاق أذى نفسي وضرر وعقلي وبدني جسيم هناك فرض تدابير معيشية تهدف إلى إهلاكهم وحاولوا أيضا أن يقولوا أن هناك تدابير لمنع الإنجاب في الجماعة الإثنية طبعا أريد أن أؤكد مسألة لأغراض التدابير التحفظية وهذه المسألة مهمة لا يشترط حاليا في الطلب أن يثبت ارتكاب الجريمة بشكل قطعي يعني يكفي أن تقام أدلة تشير لأول وهلة برايمة فاشيا أن أفعال محظورة بموجب الاتفاقي يرتكبت المحور الآخر الذي ركزت عليه جنوب إفريقيا أيضا هم أرادوا أن يؤكدوا فكرة أن الكيان الصهيوني يمعن بخرق التزام وبمنع ارتكاب جرائم لبادة الجماعية وأنه لا بد من التدخل في هذا الإطار هناك مسألة مهمة جدا ركزوا عليها وهي أعتقد أنها ستكون حاسمة بفرض التدابير التحفظية مسألة البيئة التي خلقها الكيان في قطاع غزة بمعنى لو ذهبنا إلى الأمر الذي أصدرته المحكمة في قضية ماينمارو جامبيا وأيضا في قضية أوكرانيا ضد روسيا ماينمارو 2020 ووكرانيا روسيا 2022 نجد أن المحكم استندت إلى أن البيئة المادية أصبحت تشير أن حقوق الجماعة المحمية فألحق بها ضرر غير قابل للإصلاح ما يستدعي اتخاذ تدابير مستعجلة وتحفظية وهذا جنوب إفريقيا في الواقع نجحت بشكل كبير جدا في الحقيقة في التأكيد عليه وإثباته من الناحية القانونية دكتور محمد ولكن من المهم جدا أن نتحدث اليوم بمنتهى الوضوح والصراحة لأن هناك مخاوف اليوم هناك مخاوف بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي أو قانونيون إسرائيليون يقولون أن اليوم على جنوب إفريقيا أن تقدم إثباتات نية أن هناك كان نية لدى إسرائيل من أجل القيام بإبادة جماعية إذا هذا هل من خشية أن تنتقل المحاكمة من الحقائق إلى حيز الجدال طبعا من الطبيعي العنصر الأصعب جريمة الإبادة الجماعية تعتبر في القانون الدولي جريمة الجرائم نعم وهي من أصعب الجرائم حقيقة في الإثبات بسبب النية الجرمية القصد الخاص نية الإبادة نعم نعم وموضوع اليوم كانت المحكمة تنظر بطلب التدابير المستعجلي لأغراض التدابير المستعجلي حسب اجتهادات المحاكم في قضايا مماثلة لا يشترط لأغراض التدابير المستعجلي لا يشترط إثبات وجود النية بصورة قاطعة جميل هذه نقطة مهمة أن يكون هناك كما قلت اللي أول وهل ما يوحي بأن فعلا من الأفعال التي تندرج ضمن الاتفاقية قدرتك من هذه الناحية بالنسبة للتدابير المستعجلي أنا لا أخشى من ذلك جميل هذه نقطة مهمة جدا لكن فيما يتعلق بالدعوة الأصلية التي تحتاج سنوات للبدء بها أساس الدعوة نعم هذاك موضوع آخر وأعتقد أيضا أنه مهمة الكهنة لن تكون سالة بالرغم من أن الدورس يضم قانوني من أكبر أساتذة القانون الدولي إلا أن أعتقد أن الأفعال التي ارتكبت والتصريحات والأدلة لن تسمح لهم كثيرا لكن يبقى هناك احتمال هذه المسألة القانونية هذا الاحتمال ليس في التدابير المستعجلي بل في الدعوة الأصلية الأحق جميل دكتور محمد أنت تعلم بأن إسرائيل هي مارقة مراوغة تستخدم كل الوسائل والأساليب من أجل الضغط وحتى تصل إلى حد الإبتزاز للدول من أجل النزول عند رغبتها ودعم موقفها غدا ستقدم مرافعتها أمام قضاة المحكمة يوم الجمعة أهل من مخاوف إذا ما تذرعت إسرائيل بأنها ارتكبت تلك الفضائع بدعوة دفاع عن نفسها أو حقها في الدفاع عن نفسها هل من مخاوف أن يؤثر ذلك؟ شكرا سيد باسيم على هذا السؤال الواقع حجة الدفاع عن النفس لا يمكن الاحتجاج بها لأكثر من سبب يعني هذه المسألة أولا المحتل ليس له أن حتى اليوم بذا راحبنا جنوب إفريقيا حاولت أن تؤكد أن القطاع تحت الاحتلال لتؤكد أن الكيان قوة احتلال فليس له أن يتذرع بالدفاع عن النفس لأن قاعدة بالقانون المعتدي لا يجوز أن يثير هو فعل الدفاع هذه الحجة ضعيفة لا يمكن أن تبرر ارتكاب الإبادة الجماعية ولا تبرر حتى الأفعال المرتكبة يعني بصراحة حجة الدفاع عن النفس لن تسعفهم لكن أنا أعتقد يعني لسة أريد أن أسمع غدا ما سيقولون لكن هم أعتقد سيركزون على قضية أن كل هدف كان يضرط كان يأخذ عليه استشارة قانونية بمعنى يريدون أن يقولوا أن نيتنا لم تكن الإبادة بدليل أننا كنا نريد أن نحترم القانون وما حصل تجاوز وليس عمل ليست إبادة مستهدفة بقدر ما هو فعل غير متناسب قد يلقى لجريمة حرب لكنه ليس إبادة أعتقد أنهم بدفاعهم سركزوا على هذه المسئلة أكثر من يعني الدفاع عن نفسه يذكرونه لكنهم يعلمون أنه لن يجدي لأنه لم يجدي معهم سابقا في الرأي الاستشاري وخاص بالجداء لدي نقطة مهمة جدا اليوم وزارة الخارجية بعد انتهاء يعني مرافعات الجلسة الأولى اتهمت دولة جنوب إفريقية بأنها تعمل كذراع قانوني لحركة حماس تخيل لك هذا الاتهام على خلفية تلك الدعوة أهل مثل هذه الاتهامات يؤثر في مسار الدعوة؟ لا لا هو أنا بصراحة عندما قرأت هذا التصريح كعرض وليسمحني يعني أنا بحط دائما أحافظ على الخطاب القانوني والمهنية لكن اسمح لي أقول أنني شعرت بإفلاس الكيان من الناحية القانونية هذا كلاما ليس لديه حجة لا هناك حجة يعني للأسف هذا ما قالوه يعني فقدانهم للمنطق القانوني فقدانهم للمنطق الدبلوماسي والسياسي ويعني أنهم ليس لديهم في الحقيقة ما يقولونه لا هي جنوب إفريقيا بالعكس يعني اسمح لي وإسمع بحط المشاهدين يستمعوا إلى فقرة ذكرها تصريح يعني الولايات المتحدة في قضية أوكرانيا وروسيا ب13-07-2022 40 دولة بما فيها المملكة المتحدة والولايات المتحدة أعلنوا تصريح مشترك ليدعموا قضية أوكرانيا يعني أوكرانيا رفع القضية تشبه هذه القضية جاء في التصريح مهم من مصلحة جميع الدول تخيل حتى الولايات المتحدة أقول ذلك من مصلحة جميع الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية بل والمجتمع الدولي بشكل أوسع عدم خرق الاتفاقية أو بسائد استعمالها بمعنى ما أردد أن أقوله جنوب إفريقيا لأن الالتزام أو الحق المخترق وجريم قبال الشمعية تهم مصلحة المجتمع الدولي تملك حقها وهي تصرفت باسم المجتمع الدولي نتيجة تقصيره أصلا فبالتالي هي تدافع عن المجتمع الدولي وعن التزام في القانون الدولي نسميه التزام حجة على الكافة وأقامتها باسم المجتمع الدولي وكل الدول بالمناسبة منزمة أن تمنع العبادة الجماعية وليس فقط جنوب إفريقيا جميل اليوم رحبت مجموعة من الدول والمنظمات الحقوقية المؤيدة لفلسطين خطوة جنوب إفريقيا هناك من يتساءل بأن هذا الترحيب والإعلان عن دعم خطوة جنوب إفريقيا هل له أثر أم أنه يبقى فقط دعما معنويا ولا يترك أثرا قانونيا حقيقيا على هذه الدعوة لا هو الأصل بصراحة هو مسألة معنوية لكن الأصل أن لا يترك أثر بمعنى أن قضاء المحكمة في النظام الأساسي للمحكمة والممارسة القضائية الداخلية واللائحة الإجراء يجب أن يكونوا محايدين ومستقلين ويحكمون من واقع القضايا وفقا لقناعاتهم القانونية والأدل المقدمة والأسانيد والاستنبطة هذه مسألة فعلا كسب تعييد بمعنى يعني مسائل الحقيقة لا تؤثر بالحكم ويجب أن لا تؤثر بصراحة وحتى أن القضاء كما قلت يعملون بصفة القضاء وليس بممثلين لدولهم هؤلاء بعد انتخابهم هم يعني قضاء دوليون مستقلون لا يأتمرون بأمر دولتهم أو دولتهم جنسية ولكن الخطوة اللاحقة بعد أن تقدم تل أبيب غدا مرافعتها للمحكمة ماذا تتوقع؟ ما هي الإجراءات التي ستأتي بعدها؟ طبعا إحنا أول سجلت القضية بـ 29-12 الآن المحكمة فتحت لتستمع لتقديم الأدلة الخطية والفترة الخطية الآن نحن بالمرحل المرافعات الشفوية وجلسات الاجتماع بعد أن تنتهي جلسة الاجتماع غدا سترفع المحكمة الآن المحكمة تنظر بطلب التدابير المستعجلة وليس بأساس الدعوة نعم نعم سترفع المحكمة يعني سترفع الإجراءات وتقرر الدخول في مرحل المداولة سيتداولون بالطلب عادة أسبوعيا ثلاث أسابيع أقصى حد ولا أعتقد ذلك أسبوعيا ثلاث أسابيع سيصدر أمر بالتدابير المستعجلة في هذا الإطار أتوقع مع بآخر الشهر أو بداية الشهر القادمة حسب يعني إذا بنرصد عادة المدد اللي بتأخذها المحكمة لأنه ما في قاعدة بعد أن ترفع للمداولة يعني غدا بعد جلسات الشفوية سترفع للمداولة أسبوعين ثلاثة ستبت المحكمة بطلب التدابير المستعجلة وعلى رأسها هو وقف فوري لإطلاق النار أليس كذلك؟ هذه مسألة بدي أوضح مسألة نعم جنوب إفريقيا طلباتها تشبه نفس الطلبات في قضية بصراحة تشبه نفس الطلبات بقضية كامل أو ماينامار اللي هو وقف الأعمال العسكرية ضد قضية وفي القطاع بشكل فوري وكامل واستماح بالمساعدات وعودة الحياة وعدم تدمير البيئة الحياتية في القطاع لكن بدي أوضح مسألة حسب النظام الأساسي للمحكمة وقواعد الإجراء يجوز للمحكمة أن تأتي يعني أن تقر جزءا من التدابير المطلوبة أو أن لا تأخذ بها وتستحدث تدابير جديدة من هي تراها مناسبة أو أن تعدل بها هلأ هي جنوب إفريقى طلبت ذلك وأتمنى المحكمة أن لا تعدل بها أن تقوم بذلك يعني أن تكون صريحة وتطلب وقفا فوريا لجميع العمليات العسكرية في القطاع أو ضده كما طلبت جنوب إفريقى إذا افترضنا بأنه فعلا المحكمة قررت بأنه يكون فيه هناك وقف فوري لإطلاق النار فيما يتعلق بإلزام الكيان باحترام وتطبيق قرار المحكمة علما أنه لدينا سابقة يعني كان في قرار ضد روسيا من أجل وقف إطلاق النار فيه والإنسحاب من أوكرانيا أراضي أوكراني ولكنها لم تلتزم أيضا شكرا طبعا أريد أن أوضح مسألة أنه يجب أن نميز بالقانون الدولي بين إلزامية الأمر الذي سيصدر وبين تنفيذه من الناحية القانونية الأمر بالتدابير المستعجلة المحكمة حسمت الأمر قالت الأوامر التي تصدر بالتدابير تحفظية ملجمة للدولة التي تصدر ضدها جميل لكن فكرة التنفيذ هنا الواقع هذا أمر وليس حكم قضائي بمعنى أن المادة 94 من نفاق الأمم المتحدة لا تنطبق عليه المادة 94 فيما يتعلق أن الدولة التي تأخذ حكما قضائيا يمكن أن تذهب إلى مجلس الأمن في حالة عدم انصياع الدولة الأخرى إليه هذه تنطبق على أحكام القضائية لكن لدينا احتمالات أخرى يعني أن نلجأ إلى مجلس الأمن اسمح لدقيقتين بوضح هنا مسائل مهمة تفضل طبعا يمكن أن يعتبر عدم الامتثال الكائن الصيوني لهذه الأمر بالتدابير التحفظية تهديد اسم الأم دوليين يمكن أن نلجأ للمادة 37 من مفاق الممتحدة على أساس إخفاق السبل القضائية لتسويت النزاح وتلجأ جنوب إفريقيا لمجلس الأمن أيضا أريد أن أذكر أن محكمة العددولي بال2020 بسبب السابقة التي ذكرتها سيد بسيم أنشأت لجنة خاصة من ثلاث قضاء لمتابعة تنفيذ التدابير التحفظية التي تأخذ بها والمحكمة في اجتهاداتها القضائية اعتبرت عدم الامتثال لوحده يشكل خرقا وإخلالا من جانب الدولة يعني هناك جملة من الميكانزمات والآليات التي يمكن توسعفنا إلى جانب أريد أن أوضح مسألة هنا الأمر بالتدابير المستعجر يتعلق بإبادة جماعية بمعنى إذا ما صدرت هذا الأمر كثير من الدول ستصبح محرجة أن تقدم العود للكيان أو أن ترسل له الأسلحة أو أن تغطي مواقف القانونية لأن هذا سيعتبر تواطئا ومشاركة وتعاون معه في هذا الموضوع ويخالف المادة 42 من مواد المسؤولية الدولية يعني هناك بعض الآليات أنا لا أريد أن يتفائل المشاهد أعرف أن هناك مشكلة بالتنفيذ لكن هناك بعض الآليات التي يمكن النجو إليها بهدف يعني الواقع إخضاع الكيام من أجل أن ينفل أو أن يعني أن ينفل الإجراءات التي قد تحكم بهذه المحكمة في أمرها في أمر التدابير المستعجر دائما نحن لدينا قلق من يعني الجهات الدولية في التعامل مع القضية الفلسطينية وإذا ما كان الطرف إسرائيلي ترتفع عنه مستوى الحساسية هناك تساؤل نعلم بأن صدور مثل هذا القرار يحتاج إلى موافقة ثمانية من القضاء من أسل 15 قاضيا من 15 دولة أليس كذلك التخوف هنا لا لا اسمح لي أوضح المحكمة قضاءة الأصلية للهيئة 15 قاضيا لا بد أن أذكر هذه المعلومات لو وضح طريقة التصويت 15 قاضيا في هذه المحكمة يشارك فيها هيئة من 17 قاضي لماذا؟ لأن جنوب إفريقيا والكيان الصهيوني ليس بين أعضاء المحكمة قاضي يحمل جنسية أي منهم فيجوز للدولة المتقاضية عندما لا يكون قاضي ضمن هيئة المحكمة يحمل جنسيتها أن تسمي قاضي من سميه أدهوك جج قاضي مناسب أو خاصي يعني قاضي ينظر في تلك القضية بالتحديد فجنوب إفريقيا سمت قاضي والكيان الصهيوني سمى قاضي هو قاضي محكمة العليا الإسرائيلية أرون باراك وبالتالي الهيئة ستكون 17 ويشارك يعتبر قاضي قاضي الخاص في تلك القضية يعتبر يعامل في قاضي كامل في المحكمة فقط في تلك القضية وبالتالي الأصوات تؤخذ بالأغلبية بمعنى ولا يصوت يصوت على كل نقطة يعني عندما يثار مسائل معينة كل مسألة مثارة يصوت عليها ثم يصوت بالمجمل على منطوق القرار جميل وبالتالي نحتاج إلى النصف زائد واحد ثمانية لا 17 بدنا نصف زائد واحد أعتقد 9 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 10 10 10 10 10 10 13 14 15 16 16 16 16 17 16 17 16 21 21 23 22 23 22 شكرا